هذا سائل يقول في بلدنا الجزائر حرس الله وبلاد المسلمين تتبعون المذهب المالكي ولكن في زكاة الفطر يأخذون بقول أبي حنيفة على أن زكاة الفطر تعطى نقوده فهل تجزئوا بالنقود وما هي نصيحتكم للمسلمين عامة وللجزائريين خاصة وبرك الله فيكم صدقة الفطر بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا وهي صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط لأن هذه هي الأطعمة التي كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عند البادية والحاضرة فإذا جاء أطعمة أخرى تحل محلها يخرج منها صاع من طعام لأن في الحديث صاع من طعام طعام البلد الذي يوكل قوت في البلد يخرج منه الصاع أما النقود فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها مع أنها كانت موجودة في وقته كانت النقود موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا عدل عنها وأمر بصاع من الطعام فنحن نتقيد بما جاء في الحديث ولا علينا من أفتى فلان أو قال فلان ما دام ذلك مخالفا لنص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سائل يقول أخرجوا عن نفسي أخرجوا زكاة الفطر نقوداً والدي يخرجها طعاماً فهل عملنا صحيح في دون جزاكم الله خيراً والدك هو المصيب الذي يخرجها طعاماً هو المصيب فأخرجها طعاماً مقدراً بالصاع نعم وهو ثلاث كيلو تقريباً الصاع ثلاث كيلو تقريباً نعم ترجمة نانسي قنقر